تحت جنح الظلام تسللت قوات الاحتلال إلى عدة أحياء في مدينة جنين ومخيمها المستقلة أن عشرات الآليات العسكرية مطلقة أن الرصاص تجاه منازل المواطنين وكل ما يتحرك في الشارع أمامها إذ أصيب شاب بشضايا الرصاص وغادر المشفى بعد تلقيه العلاج يثر الرعب يقرق أمن المواطنين بإطلاق النار بطريقة عشوائية بإطلاق قنابل الغاز وهذا الشيء يشعر المواطنين على مدار 24 ساعة يعيش بقلق وتوتر من هذه الاقتحامات المتتالية هذا الاقتحام لمدينة جنين ومخيمها سبقه اقتحام آخر لعدة أحياء في بلدة يعباد غرب جنين إذا أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن اعتقالاتين أو سباط ناشرتنا الرعب في صفوف المواطنين الآمنين داخل منازلهم يسعى الاحتلال حتما إلى تقويد حلم الشعب الفلسطيني بنيل الحري والاستقلال وهي الحلم الفلسطيني لن نتخلع عنه في إقامة دول فلسطيني وعاصمة الكدس الشريف حتى دحر آخر جندي ومستوطن إسرائيلي موجود على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية الشعب الفلسطيني من حقه أن ينعم بالحري والسلام وإقامة دولة المصر الكلي كما باقي دول العالم تعيش بأمن وحري وسلام ما شاهد تدمير البنية التحتية والتي ما زالت واضحة للعيان كان الاحتلال قد اقترفها خلال اقتحاماته المتكررة لمدينة جنين ومخيمها ليبقى هذا الدمار شاهدا على اعتداءات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم أن يستمر الاحتلال باكتحامه منازل المواطنين وتدميره البنية التحتية يعني أن يستمر في تقويده حلم شعبنا بالحرية والاستقلال أمر حذر منه الجميع أحمد نزلت في زون فلسطين مخيم جيني اشتركوا في القناة